يجري في هذه الورشة البسيطة الشاب جلال حمد تجارب كثيرة ومحاولات متعددة لتطوير فكرة تخفف الأعباء المادية التي يعانيها الأهالي في المناطق المحررة لتأمين مادة الغاز التي تعد من المواد الأساسية في الحياة اليومية استيواني وقت رميز أو استيواني تاني تكونها بشكل أصغر تحتوي على البنزين بحيث يكون فيها مسورة من استيوانة الهواء مسورة غاز أكسجين المسورة بيكون نازل لقاع الاستيواني اللي بتحتوي على البنزين بتبخر الأكسجين بقلب البنزين بعملية تبخر الأكسجين بقلب البنزين بيطلع الغاز الموجود بالبنزين المبدأ البسيط للفكرة وتوفر موادها الأولية دفع جلال إلى إجراء تجارب أخرى لتطويرها من جوانب عدة التجربة بنقوم فيها لتوفير الهواء كمان نسبة أمان إن شاء الله أكتر من هيك يعني نعطي نظام أمان إن شاء الله أكتر من هيك بحيث إذا الواحد يصير يحط في البيت أو كانوا موجودين أولاد أو ما كان موجود هو نسوان أو كذا صير خطورتها خفيفة جدا إن شاء الله شهد الابتكار الجديد إقبالا ورواجا لا بأس به بين الأهالي كونه يوفر عليهم مشقة تأمين استوانة الغاز والتي يبلغ سعرها حوالي العشرة آلاف ليرة سورية وقد لا تتوفر في كثير من الأحيان في حين أن لتر البانزين الواحد يدوم قرابة ثماني ساعات مما يعادله من الغاز ويمكن استخدامه في أمور أخرى الموضوع اللي هاي انشغل فيه كتوفير عنا بالبيت يعني كأنك عم تشتغل الغاز مجانا بدون تكلفي يعني حتى لتر البانزين بعد تكراره وبعد الاستفادة من نار وعم نستعمله كموليد كمحري كمتور للبانزين أمره كتير ممتازة الحمد لله يأتي استخراج الغاز من مادة البانزين واستثماره في المنازل ضمن الكثير من الابتكارات التي يسعى شباب المناطق المحررة مثل جلال وغيره إلى تطويرها وتأمين احتياجاتهم بأبسط التكاليف وفي أصعب الظروف هي الأسطوانة ذاتها ولكن الاستخدامات مختلفة هنا في الداخل السوري استخدمها نظام الأسد كألغام بحري يألقاها على المدنيين فيما استخدمها الشعب السوري لتأمين حاجياته باختراعات جديدة محمد الفيصل أوريانت نيوز ريفو إدلب المزلاتصل أوريانت المترجم للقناة